موسيقى موسيقى هلو والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ردمشين توزن لهب طبعا في هذا المقطع راح اعطيكم مكان جديد وبيت جديد للوت نزلنا مقطعين قبل انه تروح مكان معين وتحصل اللوت جامد تشيله تغير سيرفر يرجع مرة ثانية رسبن فاليوم جبت لكم بيت جديد صراحة في له لوت جدا جدا رهيب وغني وقيم صراحة وراح يفيدك مرة واحلم في انه بيت مرة بعيد وما حد يجيه فانت راح تروح هناك وتلوت بدون ما حد يقروشك جميع الماكلي نزلتها سابقا عليها زحمة لكن هذا المكان انا متأكد انه فاضي وما في له احد وما يعرف هذا المكان الا انتو يا اصحابي فيلا نخش في المقطع طبعا بالنسبة لمكان البيت راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي بالقرب من الثلج ايش بالقرب من الثلج وسط الثلج في اخر نقطة في الثلج راح يكون هذا البيت فما احد راح يروح له الا انتم فقط روحوا له لانه صراحة في لوت جيد زي ما قلت لكم في بداية المقطع طبعا هذا البيت ممكن البعض منكم يعرفوا والبعض الاخر ما راح يعرفوا هذا بيت سيدي ادلر الشخصية الاسطورية في التختيم فبيتها صراحة في لوت جدا جدا رهيب طبعا بعض الاشياء لما تشكل الايقل اي راح تشوفها تنور لكن ما تقدر تشيلها صراحة ما دل ايش وضعها لكن تقدر تشيل مجموعة من اشياء الاخرى على سبيل المثال الاكل الموجود في الطاولة اللي تحت زي ما تشوفون في الجيم بلاي هنا تقدر تاخذه علبتين جدا جدا كويس اذا كنت تبغى المجوهرات راح تكون موجودة ايضا جنب السرير زي ما تشوفون في الجيم بلاي وايضا اذا تبغى الادوية راح تكون هنا في هذا الدرج كل اللي عليك انك تاخذ الادوية مو دوة واحد ولا اثنين بل ثلاثة ادوية كاملة مكملة راح تقدر تاخذها هذا الدوة لما حد يدمجك ولا حاجة راح يدمج الدايرة حقك انت تشرب هذا الدوة راح يرجع يعبي لك الدايرة مرة اخرى في الدور اللي فوق راح يكون فيه اكل للحصان يعني البيت صراحة هذا راح يكون يعني تجميعة لجميع الاشياء اللي تحتاجها في اللعبة فلوت البيت مصبوط بعد ما تلوت البيت كل اللي عليك انك تسوي ستارت بعد الستارت روح عند اونلاين بعد الاونلاين يفري روم وتغير السيرفر لما يغير السيرفر راح يرجعك لنفس المكان او راح يرسبنك بالقرب من البيت ارجع مرة ثانية لوت وخذ اللي يعجبك ولوت 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 الان ما تشبع ترى علما انه في مجوهرات اذا كنت شخص تبغى فلوس تقدر تستخدمه هذا كطريقة للفلوس انك تجمع مجوهرات 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 ثم تروح تبيعها للفنس هذا هو مقطعنا بكل بساطة ما حبيت اطول عليكم لانكم انتوا اصلا فاهمين الطريقة طيب ابكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم يا ابويا كل يوم هد 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 خلنا غير شوية حطوا لايك ليجيكم كوع الان ما احد يعرف الكوع صح اللي يعرف الكوع اكتب لنا في خانة التعليقات يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة